حقوق الإنسان في الإسلام حق الحرية حق الحرية حق عام وشامل وأصل لحقوق متعددة مثل حرية الاعتقاد وحرية التدين والحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية العمل وغيرها والحرية هي أن يكون الفرد قادرا على التصرف في شؤون نفسه وفي كل ما يتعلق بذاته آمنا من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال أو أي من حقوقه على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره الحرية في الإسلام ليست سائبة ولا مطلقة بل هي حرية واعية منضبطة تحكمها عدد من الضوابط والقيود التي شرعها الله فإذا خرج عنها الإنسان تمت محاسبته وإيقافه منعا لضرر الفرد والجماعة ومن هذه الضوابط احترام تعاليم الدين وقيم المجتمع فممارسة الإنسان لحريته لا تعني أن يزدري عقائد الآخرين وشعائرهم كما لا تعني خروج الإنسان على ثقافة المجتمع وأعرافه وتقاليده وقيمه والتي من أهمها العلاقة بين الرجل والمرأة واعتبار الأسرة بشكلها الشرعي وأي علاقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي محرمة شرعا مرفوضة عرفة وليست من الحرية في شيء ومن ضوابط الحرية احترام حرية الآخرين فلا ضرر ولا ضرار وحق غيرك في ممارسة حريته لا يقلل عن حقك وأنت حر ما لم تذر غيرك كذلك احترام التخصص فالحرية لا تعني أن يقول من شاء ما شاء ولا أن يفعل من شاء ما شاء ولكن يجب أن يشتغل الإنسان بما يحسنه وخاصة في أمور الدين ترجمة نانسي قنقر